مهمة لم تكتمل تركت خلفها خطرا كاملا بعد أسابيع من الانتفاضة المسلحة ضد نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي تحرك المجتمع الدولي سريعا على غير المعتاد وبموافقة من الجامعة العربية أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات على نظام القذافي ويشمل منطقة حضر جوي الهدف المعلن للقرار هو حماية المدنيين خاصة في الشرق الليبي ورغم أن القرار لم يتضمن إشارات واضحة لتدخل دولي في ليبيا أو القيام بعمل عسكري نفذت دول حلف الناتو ودول أخرى غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للقذافي أولى الدول التي شاركت في ضرباته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وقدمت دول أخرى في الناتو غطاء جويا لمنع القذافي من تحرك أي قوات جوية خلال القتال ضد معارضيها انتهت أشهر الانتفاضة الطويلة بسقوط نظام القذافي ودون تمهل أنهت دول الناتو مهمتها في ليبيا وتركتها نهبا لفوضى عارمة بلا نظام أو مؤسسة أو جيش وتحول حلفاء الأمس في الحرب ضد القذافي إلى فرقاء يقاتل بعضهم بعضا أكثر من ثلاث سنوات من الصراع تحولت فيها ليبيا لساحة حرب شاملة وفي غياب الدولة وجدت جماعات العنف المسلحة أرضية خصبة للنمو خطر غضى المجتمع الدولي يطرف عنه طويلا رغم كثرة التحذيرات مما يحمله من مخاطر الجماعات التي وجهها الجيش الليبي سواء في بنغازي أو درنا أو صبراتا أو المتواجدة في صبراتا والمتواجدة في طرابلس والمتواجدة في سرد هي ذات الجماعات التي يحاربها التحالف الدولي في العراق وسوريا سقطت مدون الليبية بكاملها مثل درنا والبيضاء وأخيرا سرد في قبضة التنظيمات المسلحة دون مجيب لنداءات الحكومة الليبية المستمرة بدعمها لمواجهة هذا الخطر نطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع حضر التسليح عن الجيش الليبي حتى يتمكن من مكافحة الإرهاب واشتثاثه في ليبيا الجارة مصر كانت أول من حذر من تنامي خطر الإرهاب في ليبيا وأول من اكتوى بنيرانه الأسبوع الأخيرة شهدت ظهور لعب جديد على الصحة الليبية هو تنظيم الدولة وفي أول عملية كبيرة له ذبح التنظيم 21 مسيحيا مصريا ورغم أن القتل مصريون فالرسالة كانت موجهة لأطراف غربية وتحديدا الدول المشاركة في الحملة الدولية ضد داعش الأم في العراق والسوريا رسالة تنتظر ردا من دول كان لها الدور الأكبر فيما آلت إليه الحالة الليبية ونذير بأن الخطر المتنامي على الضفة الجنوبية للمتوسط لم يعد بعيدا عن أوروبا